هنه سمو الشخاذد بن حمد الخليفة نيب الأول رئيس المجلس الأعظم للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى هنه شباب البحريني بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف اليوم معرفا سموه عن فخره واعتزازه بقدرات وامكينيات الشباب البحريني بمختلف المجالات ومشاركته الفاعلة في عملية البناء والتطوير ما أسهم في تحقيق الأهداف وتطلعاته لمواصلة التنمية الشاملة بمملكتنا الغالية وأكد سموه أن مملكة البحرين اتخذت خطوات واضحة لتفعيل دور الشباب واعتباره جزءا رئيسيا في عملية التطوير والتنمية المجتمعية وإشراكه في صناعة القرار بما يتوافق مع الطلعات الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مضيفا سموه أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ساهم بشكل كبير في تمكين الشباب ودعم قدراتهم نحو الإبداع والمشاركة الإيجابية في الديمومة التنموية وهذا ما عكسه برنامج الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الغزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الغزراء الذي تضمن تنفيذ الخطط والبرامج التنموية الهادف لتعزيز دور الشباب البحريني بجميع القطاعات ودعم إنجازاتهم ومبادرتهم وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال الخطط والبرامج الهادفة لرعاية واحتضان الشباب لإطلاق العنان لهم نحو الإبداع والمشاركة الإيجابية في العمل المجتمعي وقال سموه نحن في البحرين فخورون بشبابنا الذي أصبح علامة فارقة في العديد من المجالات بفضل ما قدمه من نتاج فكري وثقافي وفني وأداء متميز ورفيع المستوى وكذلك حصوله على اعتراف من الأسرة الدولية فنحن مؤمنون بما يمتلكه الشباب البحريني من قدرات مميزة وسنضع أيدينا معهم نحو رفعة وازدهار المملكة وأضاف سموه هدف مواصلة الدعم والرعاية للشباب لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وطاقاتهم الإبداعية بما يسهم في مواصلة البناء والتطوير في المجتمع فتجربة مع الشباب ممتعة وشيقة وملئة بالتحديات وتطلعات لتحقيق الأهداف المنشودة ووصل سموه حديثه قائلا بما أن العمل الاجتماعي والتطوعي يكتسب أهمية متزايدة على مستوى العالم أصبح من الضرورية أن نشجع الأجهال الجديدة على الانخراط في البرامج التطوعية التي تفيج المجتمع لأن هذه الأعمال تنعكس إيجابيا على الشباب أنفسهم من خلال رفع مستوى الوعي لديهم ويسهم في تعزيز انتمائهم ومشاركتهم في المجتمع ويتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالبرامج الشبابية التي أطلقتها وزارة الشؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر والهادف لتنمية قدرات الشباب مقدرا سموه جهود الوزارة الداعمة للمؤسسات والأندية الوطنية والمراكز الشبابية في مهمتها لاحتضان أبناء الوطن والمشاركة الفاعلة بمختلف الفعاليات والمحافل الرياضية لتحقيق الإنجازات المشرفة